صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال النهاردة يوم الخميس 27 فبراير 2020 و3 من رجب 1441 مشاهدينا رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير وعن عمر 91 عاما وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طبعا بنقدم خالص العزاء لكل الأسرة وخاصة بالفقيد مشاهدينا احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا هنتكلم عن فيه مشاكل كتيرة جدا بتقابلنا في العلاقة الزوجية فطبعا احنا موضوعنا النهاردة عايزين نفتح فيه قلوبنا قبل عقلنا لأن كلنا بنحاول ان احنا نقدم أسرة للمجتمع جميلة أسرة سوية نفسيا أسرة ان هي بتقدم كل شيء جميل للمجتمع طبعا العلاقة الزوجية هي الأساس في كل ده طبعا لازم تكون مستقرة في الفترة الأخيرة لاحزنا ان بيبقى فيه خلافات كتيرة جدا بتقدي إلى طلاق بتقدي إلى مشاكل يعني كتيرة والمشكلة ان مين اللي بتأثر فيها هو الطفل أو الأولاد طبعا قبل ما نبتدي في الزواج لازم نسأل نفسنا سؤال أنا عايزة أتجوز ليه عايزة أرتبط ليه بيبقى بنا حاجات كتيرة جدا لازم نعرف الأول قبل ما نخش في مرحلة الزواج طبعا وأهم حاجة بين الزوجين الاحترام وطبعا قبل كمان مرحلة الاحترام هي الصدق لازم يكون بين الطرفين في صداقة وليس صداقة بس يعني لازم تكون صداقة والاستلبيات بتاعتي قبل الإيجابيات طبعا ده شيء مهم جدا جدا ليه علشان العلاقة تستمر وعلشان يكون بيننا صراحة في كل شيء طبعا الصداقة في الأول أو لازم يكون بين الزوجين صداقة وحب ومشارقة في كل شيء الصدق الصدق الشيء مهم جدا جدا في العلاقة إذا أنا حبيت أن أنا أقول على كل شيء في البداية ده بيساعدني في حاجات كتيرة جدا جدا في استمرار العلاقة بين الزوجين طبعا كل حاجة كل حاجة لازم يكون فيها كده احترام طبعا الاحترام بيبقى شيء مهم جدا بين الزوجين بيوفر حاجات كتيرة ومش بس الاحترام بين الزوجين بس لا لازم بيكون بين الأولاد وبين الناس كلها تعالوا مشاهدينا النهاردة هنتكلم عن من الظالم ومن المظلوم في العلاقة الزوجية وعايزين نفصل لكم أكتر وأكتر عن أن يكون إزاي حياة جميلة ومشارقة وحب في العلاقة الزوجية معنا مكلمة صباح الخير صباح الخير يا صباح أهلا دكتور أسماء أهلا بيك يا حبيت أهلا أهلا شرفتين يا دكتور أسماء طبعا معنا دكتور أسماء مراد مدربة الأنوسة شيء جميل جدا يا دكتورة تكون معنا النهاردة على الهاتف وهنتكلم عن العلاقة الزوجية واللي بحصل فيه العلاقة الزوجية خلافات كتيرة جدا بعد الانبهار ده ما يروح وبعد دلوقتي بقينا بنقيم العلاقة الزوجية مش بسنة بينهم أو سنتين لا ده احنا بقينا نقول شهر أو شهرين فالمشاكل بدأت من بدر جدا يا طرق إيه الأسباب يا دكتور أسماء في الأول الزواج بتكون مشاكل بين الزوجين المشاكل اللي بتحصل بين الزوجين في أول الزواج بتكون بسبب النظرة الغير وقعية للحياة الزوجية بشكل عام يعني كما حصل الخطوبة مش بيفكروا إلا في بعويد الرومانتية والمشاعر اللي كانت مكبوتة من ثاني المراقة حتى حدث الجوازة ومن خطوبة دي فبيعوضوا كل المشاعر والحب اللي جواهم بشكل مش واقعي يعني المفروض يا سوزة شيرين يفكروا كأسبوع كشهر كعشر تيام حتى في الحياة الواقعية والمشاكل الحياتية وكأنهم عايشين في بيت واحد مع بعض يفكروا إزاي هيدبروا مطروف البيت يفكروا إزاي هيفرشوا البيت يفكروا إزاي لو فيه أزمة مثلية حصلت في البيت إزاي الزوجة تتصرق يدربها إزاي لو هو مش موجود هي تقدر تتعامل واحد كذا أيوة أنا دايماً أقول يا دكتورة أسماء إن الست بيبقى لها عامل كبير جداً في العلاقة الزوجية وكمان في النجاح العلاقة الزوجية لأن أنا دايماً أقول بيبقى فيه ست كسولة بيبقى فيه ست جميلة بيبقى فيه ست زكية إن هي تقدر إزاي تدير الحياة الزوجية ده بيتوقف طبعاً على منظومة الرجل لازم تفهم منظومة الرجل كويس جداً ومفاتيه تفهمها إزاي يا دكتورة أسماء يعني كل رجل فعلاً ودي مفتاح لكن الرجال عاماتاً بشكل عامل السيدة شيرين بيهدى شبهه التخصفات والعقلانية والتفكير لو فهمنا تفكير الرجل عامل إزاي هنقدر نتعامل معه بحين إن الستات مختلفات شوية تلاقي كل ست لها لون وطعم ومختلفة وشكل وتفكير مختلف تماماً عن السيدة الثانية ده لين الزوج ممكن يبقى عايز يتجاوز أربعة عشان من كتر اختلاف السيدات واختلاف أنواعهم فالستة المفروض تبقى المددرة في البيت عاطفياً ومددياً وكل حاجة لأنه عمود البيت هو بيدبر لها الأمور المدية والاحتواء والسنة دو الأمان وهي بتدبر الحنان والأمن برضو والعطف للزوج وللأولاد حتى هتلاقي زمانكم دايماً يدرسونا التدبيل المنزلي للبنات مش للولاد مظبوط فالستة تقدر تكون المدبرة ووزيرة الاقتصاد في المنزل لو هي كمان بالاتفاق مع الفوك لازم يكونك اتفاق مظبوط وأنا دايماً بعتبر أن الحياة الزوجية هي مؤسسة لازم يكون فيها توازن بين الزوج والزوجة أوقات كتيرة جداً بنرمي اللوم على الزوج إنه هو مش بيهتمي بالزوجة إنه هو دايماً يقول لها شوفي الستة عاملة إزاي إنتي مش ستة خالص بتاخدش بالك من البيت ولا من الأولاد ولا من أي حاجة فطبعاً هي سكتها بنفسها بتقل شوية فهل دكتورة أسماء إنتي شايفة إن الأنوسة قلت شوية في الفترة الأخيرة والتعامل إزاي بقى مع الزوج واللهي أنا شايفة إن كل ده حسب النشأ وحسب التعامل وحسب التجارب العطفية والعملية اللي مرت بيها الستة تمام؟ فالستة بقت معتمدة على نصها أكثر ودي مشكلة فعلاً بنواجهها بقت هي الأقوى بقت بتشتغل بقى معها الماديات كويسة فمش معتمدة على الراجل وده توقف فهم العلاقة بين الراجل والستة لأن علاقة الستة بالراجل مش بس عشان يعملي بيت ويجوزني ويصرف علي لا دي علاقة تنكمل بعض مش فراع بيني وبين الرجل فهتلاقي الأنوسة قلت شوية هي موجودة بس استخباية زينا بنقول ليه؟ عشان الستة بقت أقوى وشعارها أتحدى الرجل وأقارن نفسي به وأدعو إلى مساواة وأنا شايفة إن هي مساواة مش منصفة لأنه من الطبيعة اللي ربنا خلقنا بيها إن الستة تبقى ليها دورها الطبيعي والراجل ليه دوره طبيعي ولكن المساواة كون في الفقوق والواجبات فقوق الإنسانية مفيش ظلمة مفيش قهر واقع عليها وكون إن الراجل بيلوم الستة طول الوقت أنت مش ستة وانت مش بتعملي وانت مش قادرة تربيه وانت بتشيلي الحامل كله فدا سوق برضو في منظومة تربية الأبناء من الصغر وتربية الراجل بشكل ذكوري لسبب الستة برضو اللي بتفرق المعاملة بين البنت وبين الولد الاخوات بتفرق بينهم في المعاملة فالزوج لازم نعيد صياغة مفاهيم جديدة في التعامل مع الراجل والمرأة والراجل يكون متعاون مع الستة ومش الكل الحامل يبقى عليها أنا اتجوزتك يبقى خواب طيلي أنت المركب باللي فيها وبعد كده يرجع يبداي إنه هي أفقدته القوانة لو هي اللي بتشتغل لو هي اللي بتطفها على البيت حضريك عارفة إن احنا دلوقتي يتخل شنين عندنا نسبة عالية جدا من الامرأة المعيلة في نسبة عالية من الستات بتشتغل أكتر من الرجال اللي بقى طبعا يبقى دي حاجات تخلي الأنوصة تسأل أو هي مش قادرة تباين أنوصتها هي تحولت إلى رجل غضا عامل هي الحياة مشاركة وحب خصوصا الحياة الزوجية أي ضرر بيحصل فيها الأطفال والأولاد هما اللي بيتضرروا طيب دكتور أسماء دور الرجل هنا إيه علشان يقدر يحافظ على مكانته يقدر يحافظ على كلمته وعلى أسرته طبعا أكيد لازم يكون عنده قسم في بعض الحنان هو تفكيره عقلاني وهي العاطفة وإحنا بنكمل بعض ولكن لازم أنا يبقى عندي بعض العقل عشان أفهم دماغ الراجل وهو بعض العاطفة عشان يقدر يحتوي فتس فلما نعمل كده هنقدر نكمل اللي ناقص عندي منه واللي ناقص عنده مني فالراجل لازم يديها الإحساس بالثقة بالنفس بإنه يدعم أنوصتها فضي بالك إن كل ما هو يزود من رجلته أنا بزيد أنوصتي والعكس صحيح علاقة يعني تربية لو أنا زود رجلتي فهو أنا ممكن يزود رجلتي هينعكس عليه طبعاً أيوة طبعاً هي لازم السفة تتمسك في الطبيعة لربنا خلقها عليها وتتعامل بيها ومش معنى أن أنت يا تدي أنت ورائيئة وشيك وأنوصتك رقية أن أنت بيضعيفة بالعكس دي قوتك في اللي ربنا خليك تيه لأم الدورة الحياة بي وتكمليك زوجة كأمه كأخته وكصديقة وكوجل العاقات الإنسانية الحياة طيب أنا أنا يعني عايزة برده أقول لحضرتك على حاجة مهمة جداً وجهة نظر طبعاً مدربة أنوصة أنت شايفة أن في ست بتبقى كسولة وفي ست بتبقى نشيطة وجميلة وزكية طبعاً طبعاً في فرق كتير جداً بين الستات وكل ست لو استغلت طبيعتها دي صح بتبقى هي كارزمتها وحضورها وهالتها الأنسوية يعني البنت الخجولة الهادية الكيوت دي لما بتحاول تبقى الفرفوشة اللي بتضحك وبتغذر بشكل مصطنع بتبقى كيك أول لكن أنا الطبيعة اللي خلاني بيها ربنا باستغلها صح بتعاني بيها بشكل راقي وبنمي من ذاتي وطورها يعني مش الخجولة الخجل اللي يشديني للأرض واللي يتليني فشلة في حياتي بالعدل أستغل ده في الحياة وليس الخجل وبعد كده أتعامل بقوة قوتها في أمستها اللي ربنا اختار لها صفة معينة فيها بزاك وتبقى صفية من جوة لأن معظم السيدات بتحكم على الزوج إن هو خني ليه أو اتجوز علي ليه أو المشاكل اللي بتحصل على السوشيال ميديا دي كلها وبتأدي إلى انفصال وبتأدي إلى طلاق فدايما الست بتبص على الست زيها إن هي لأ دي حلوة لأ دي شعرها لأ دي خاسة لأ ده عشان مش عارفة عاملة إيه نظرة الراجل للمرأة دلوقتي دكتورة أسماء أنا بشوفها برضو إن هي مش شرطة تبقى جميلة إن هي مش شرطة تبقى جسمها مش شرطة عاملة حاجات كتير أنا دايما نبص إن هي تبقى ست بكل المعاني اللي ربنا خلقها لها إن يكون عندها من جوة طيبة وإن هي إزاي تعرف يعني إيه راجل وتتعامل معين وصلت كده للمقطة المزهوطة جدا في تعريف الأنوصة أو روح الأنوصة عند أي ست على فكرة ممكن تبقى ستة جميلة جدا ما احترمنا لكل السستات كلهم حلوين طبعا ماهن يكون لصفات الجمال عندهم كل واحدة فيها حاجة حلوة طبعا 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 في ستة كلها حلوة ولكن مفيش عندها الكارزمة والخضور قوي والروح قوي وفي ستة عادية جدا ولكن روحها فوق ما تتخيالي من الجمال فمفيش حد بيعترف بغلط عشان تقولي ستة تلكها الجواج علي ليه أو شاك دي ليه أو بيبصل دي ليه للأسف الشديد فواء رجل أو ستة مفيش حد بيحب يعترف بالخطأ أمام الآخرين ولكن انا بدأو ان احنا نبقى في جزء صراحة بيني وبين نفس كل واحد يقعد مع نفسه يواجهها ويواجهها عيوبها بشكل شجاع وبصوت عالي يا دكتورة أسماء برضو طبعا نسمع بعض ونحاول نحل المشكلة لأن دايما نقول الأسرة مؤسسة جميلة لازم ان انت تبقى عامل فيها كل ما بوسعك ان انت تشتغل كويس على أولادك على الزوجة كمان ان انت تديها ثقة بنفسها طب دكتورة أسماء بعد فترة جواز كده بيحصل فيه روتين بيحصل فيه ملل بينعاكس طبعا على الزوج والزوجة يا طرق ايه هي أسباب الملل اللي بتحصل بعد فترة الزواج أسباب الملل ان الفت للأسف الشديد هتلاقي كتير جدا حالات بشوفها أول ما بتتجوز هي بتلغي كل هواياتها ومشاطاتها وكيامها وهويتها وهوايتها عشان خاطر هي خلاص تجوزت فكرا لدي نهاية الحياة أستاذ الشرين وده للأسف نقوم خاطئ جدا وطريقة تفكير غوض جدا فبالتالي الزوج تقوى انبهر بيها وبشخصيتها وبشغلها بمواهبها حتى لو كنت مش بتشتغل وبعد لما تجوزها هي لقاها خلاص بقت مسخة في البيت يعني صوري في الكلمة بقت حد كده موجود في البيت زي وزي أي حاجة في البيت زي متاع البيت مش عمدها هواية مجيش عمدها شخصية بدي أعمل كل حاجة عشان خاطر وخاطر الولاد ونفسي يا نفسها ودي حاجة غلط جدا اهتمني دايما بنفسك وبشخصيتك وبثقافتك وبعدين اهتمني بالآخرين مش عيب أبدا ومش هيقلل من أممتك ولا هيقلل من وجودك كزوجة وفية وصالحة لازم أهتمي بنفسي الأول لو أنا ما هتمتش بنفسي وصديقتي نفسي اللي قدامي مش هيحبني ولا هيحب يكون صديق ليا وانتباعي عن نفسي على فكرة لا شعوريا بنتقل للآخرين على طول بيحسوا أنا وضقة من نفسي ولا لا أنا حاسة أني مش جميلة أنا حاسة أني جميلة أنا متضايقة هم هيبطولي لأوني فيها عيوب كل ده هتلاقيه لو جبنا اثنين بنيات واحدة مثلا شكلها عادي جدا واحدة جميلة جدا والاثنين نشين في الشارع دي بتفكر إن هي أنا شاكلي تحفى أنا مش مهم الجمال أنا جمالي من روح الشخصياتي والثقافتي والجميلة مش هي تقول لأ أنا لفت اللفت مشيك النهاردة مثلا الشعور ده والشعور ده بيوصلني أنا بيوصلني أنا لما أتعامل مع البنتين بينعكس على الشخص اللي قدامي الشعور الداخلي بينعكس على المصرفات وعلى الحضور وعلى هلفة العنسوية وعلى الآخرين آه مزبوط طيب الملل برضو مشكلة كبيرة جدا أنا برضو عايزة أسهل لمشاهدينا إن إحنا نجدد إزاي نحاول إن إحنا نعمل حاجات جديدة إن إحنا نحاول نخلي الحياة أبسط من كده بكتير هي ترجع تعمل كل الهوايات اللي كانت بتعملها تتخلي شخصياتها دايما كانت وهم مخطوبين قال أنت أعفى دايما أن أقول تعاملي جوزك كخطيبك لكن ما تعامليش خطيبك كذوبك فلازم تعملي كل الحاجات اللي جذبتوا ليكي في الأول عشان في الحياة الزوجية نعيدها من ثاني وكتير الحمد لله في استشارات بجد يا أستاذة شيرين لما ابتدت تعملت لي أنا كنت زمان بعمل كده أو كنت زمان بلبس وبهتم وبعمل كده طب بطلتي ليه؟ مش بيعرفي يروطوا على السؤال تخيلي؟ لأن هي أكبر مجة كتالوجي إن خلاص أنت أم بهدلي نفسك وعيشي للزوج والولاد دي أحلى رسالة لو أرقى رسالة ولكن أنا مش ألغي شخصيتي مش ألغي كياني عشان ولادك بعد كده يكونوا فخورين بيكي وزوجك وهو فخور بيكي في مجال شغلك وحياتك وكأم طبعا والزواج طبعا هو بداية حياة مش نهاية حياة بداية حياة مش نهاية دي بالأسف البنات كلها فاكرة إن هي خلاص خطبت اتجوزت خلاص الحياة خلصت بعد الشهر العاصل اللي احنا متبرمجين إن هو شهر فخلاص بعدي بقى إهميلي في نفسك ورجاي دي ما كنتي في بيت باباكي لا طبعا دي دي مسئولية جديرة وحياة جديدة هي داخلت حياة تانية غير حياتها مع أهلها تماما بالزبط ما أفكرتش كما في حياتها عند أهلها ومشاكل الأب والأم إن هي ممكن هي وجوزها يحتلها كلاما لازم نسخل عشان ده بشوكي طبعا طبعا طيب دكتور أسماء دور الرجل هي نائف إن هو يجدد برضو من الحياة الزوجية ويحاول إن هو يقصر الملل اللي بيبقى موجود في البيت لأن أوقات كتيرة جدا بتلاقي رجالة عاديين على السوشال ميديا بيلعبوا جيمس فالست بتزهق ما فيش حوار بينهم فبيقدي إلى ملل وخلافات ومشاكل بتكون بين الأولاد دور رجل ينادي لما في خارج زوجي أو طلاق فامت أو طلاق روحي يجب قطنق غريبين تحت سقف واحد زي ما بيقولوا الراجل دور إن أنت الراجل إنت اللي بيبتديها رمانسية هي مش هتخدها من حد تاني غيرك فلازم تدعمها بالكلمة الطيبة لحتى الرسول عليه السيطرة السلام أباح لي إن هو يجذب أقول لأ أنت داي الأمر النهاردة أنت جميلة أنت ما حصلتش عشان يكبر خطرها وعشان أدئر باطل مقدس في الحياة الزوجية لازم نتمسك دي كتاً بكل الطرق فربنا أباح الكذب أو المجاملة بالبيادة للزوج لزوجته تخيالي فهو لازم يدعمها بالكلام الرومانسي وخصوصاً من رفنا دلوقتي تشايفنا في الفضائيات والمسلسلات فيه بقى فيه مسلسلات بخلع علينا من بره بيينجاذبوا للرومانسية الرهيبة اللي بيشوفوها فيها وهي مش موجودة عند الرجل الشرقي عندنا بتعمل لنا مشاكل دكتور أسماية كبيرة جداً لأن الراجل طول الوقت بيشتكي إن أنا في شغلي إن أنا مشغول إن أنا تعبان طبعاً هو عنده حق طبعاً الشغل فعلاً كتير على الرجل أكتر بين المرأة أنا بشوف كده لأنه هو بيشيل مسئولية كبيرة جداً جداً طبعاً بيشيل مسئولية الأولاد بيشيل مسئولية الأولاد ولو هي عملة الرومانسية متطنعة هو بيشعر بيها إن هي حاجة في إيكم مصطنعة ومش وصلة للقلب فبتبقى بفتالي ولا كأنها بتعمل حاجة فبتبقى مستنية رد فعل مباشر منه إن هو يندمج معاها وإن هو يصدق المشاعر دي المشاعر الحقيقي هي اللي بخصة مفيش داعي للتسمثيله مفيش داعي للتصنع خلي كل اللي في القلب على اللسان ورسول الله السلام قال لنا ما تحبوا حد قلوله صاحبتي أختي جوزي نقول المشاعر لبعض في عندنا نوع من أنواع الكتمان الرهيب والراجل ترابه برضا إنه عيب يعيط عيب يتكلم عيب يقول وإن ده هينطقس من رجلته إحنا عايزين نغير المفاهيم دي طب ده سببه إيه يا دكتور أسماء يعني لما الراجل ما يعبرش عن مشاعره قوي للزوجة يحاول إنه هو دايما يخبيها القوة ولا بيشوفها ضعف ومش عارفة يعني ولا الست ليها دور هنا كبير جدا إن هي تحاول تهيق له الجو وتحاول إن هي تساعده على الحوار وإن هما يكونوا مع بعض يحكي له على التحكي هو يحكي له على كل حاجة خيالي في رجالة بتخاف إن هي تبين مشاعرها وقد إيه هو مشاعر فياضة ورومانسي يقولك لأ دير يعني تتغر عليها تحاول تتحكم فيها بيخافهم القصة دي جدا وبسبب كل اللي بيحصل لنا أو للراجل للستات أو الرجالة هو النشأة من الطفولة والأعراف والتقاليد في المجتمع هي اللي بغير تفكيرنا ومفهومنا عن أي حاجة إحنا بنعملها في حياتنا فالراجل ترابا إنه عايب يتكلم خليك راجل يخاف لو في بيت عائلة يبين مشاعره ما هيقوله دي مراته متحكمة فيه في حين إن دا لازم تبقى أنت يعني أنت وهي ربنا يقل في قلوبك دايما مع بعض وتكونوا في حياة رومانسية بالفعل عشان تقدر تكمله أصلي الحياة مش حياة عملية وبس مش حياة لشهوة أو لمال أو لمجرد الزواج عشان هي تغيث صحباتها الحياة أكبر من كده ومسؤولية جدا لازم طبعا يا دكتور أسماء سوري إن إحنا ناخد بنا من كلمنا من حوارنا مع بعض إن إحنا نقفل علينا بابنا إن إحنا أسررنا ما تطلعش بره لأي حد مشكلة كبيرة جدا لما استتت قابلها أي مشكلة بين زوجها بتحاول إن هي تفاضفض يعني بمعنى الكلمة إن هي تحكي لصحبتها لمامتها فبيحصل مشكلة بقى وبيحصل وهي بتهرفش يتقيم كمان المشكلة فمن هنا نصيحة لكل سيدة إن هي تحافظ على بيتها إزاي إن هي ما تتكلمش كتير مع أي حد ما تطلعش أسرار البيت بره خالص مع مكان تحل مشكلتها مع زوجها وهي كمان بصي كل ستة عندنا نوع من أنواع الحب للفتفضة كستة وستة مع بعض بنتعاطف قوي مع بعض بس دي مشكلة مشكلة كبيرة بصي في نفسنا وكيف نفس الوقت إحنا أخوات قوي فاهمين بعض عشان إحنا من نفس الجنسي يعني ستة زي بعض فالمشكلة الرهيبة إن مش كل مش يسأل مجرد دايما على فكرة لأ لازم تسأل طبيب وخبير وحكيم لما أسأل مجرد في المشاكل الزوجية هي حياتها وزوجها وطبيعة شخصيته غير حياتي وزوجي وطبيعة شخصيت زوجي فلما هي تديني نصيحة ممكن هي تخرب بيت صديقتها بالنصيحة دا وده اللي بنشوفه دا اللي حقيقة اللي بيقولوا كل المشاكل وبقى مفيش مفيش تتر في البيوت بقى كل حاجة مفضوحة كل حاجة بتسأل لازم نقفل بقنا شوية عن المواضيع دي كلها هي دي اللي بتجيب لنا فعلا المشاكل لان انت مثلا عايشة حياة الحمدلله كويسة صحبتك مش شايفاها يعني صحبتك ممكن تكون حزداكي ممكن تكون مستقتر عليكي ومكن بتحكي يا أستاذة شيرين بتحكي حياة خيالية هي نفسها تعيشها وبالتالي بتبينها بس قدام صحابها كمان من أنواع التعويض للانتقاط في حياتها دي مشكلة كبيرة ان الستات جمان بيقولوا تجارب لبعض مش مناسبة لبعض أنا دايما أشوف الحياة الزوجية هي الست هي العمود البيت هي الأساس هي اللي بتطلع أولاد صالحين وكويسين للمجتمع هي اللي بتقدر تحافظ على البيت هو النمط حياة طبعا لازم نجدده لازم طبعا ناخد بنا كويس جدا من كلامنا مع بعض من حوارنا مع بعض طيب دكتور أسماء نصيحة كده لمشاهدين اللي بتفرجوا علينا إيه اللي مقبلين على الزواج بالوقتي تقول لهم إيه؟ أقول لهم خليكم واقعيين اختاروا بعض على أسس فعلا يبقى عندكم بعض نظر يبقى في بعض نظر للحياة المستقبلية مش بس بصوا تحت رجليكم الحياة دلوقتي تبقى عاملة إزاي وخلاص خلقت وتزيب المتقبل في علم الغيب لازم نخطط لحياتنا لأن اللي مش بيخطط دايما أقول بيخطط للفشل وياريت ياريت نحافظوا على أسراركم مع بعض ما تدخلوش العيلة دي والعيلة دي لأن المشاكل بتكبر وأحسن صديق تفاض فاضي ليه هو زوجك وأحسن صديقة تفاض فاضي ليه هي زوجتك بحيث أن انتو الاتنين الأدرة بحياتكو والأدرة بالظروف اللي بتمروا بيها فقدروا تبرروا البعض ليه بعض من الناس ممكن تتخانق وتتشاجر لأن أنا متوقعة من الشخص اللي قدامي أنه بيعمل حاجات دي عشان يدايقني وهو متوقع أن يتصرفاته متعمدة دايقه لكن لما احنا نواجه بعض بنوفر مشوار كبير قوي ودايرة كبيرة مش بنخرج منها لما ندخل أطراف كثيرة قوي بمشاكلة أنا أبرر المشكلة وهو يبرر المشكلة بتتحلف نفس اليوم كلامي جميلة دكتور أسماء طبعا ونفسي نتكلم أكتر من كده بكتير بشكور جدا على المعلومات القيمة والجميلة وإن شاء الله يكون لنا لقاء تاني بإذن الله شكرا كانت معنا دكتور أسماء مراد مدربة الأنوسة طبعا هو موضوع مهم جدا مشاهدينا لازم فعلا أن احنا نخاف على بيتنا ونقفل بقنا شوية ونقفلش نتكلم في كل حاجة ما ينفعش نطلع أسرار بيتنا برة ما ينفعش ندخل بيتنا أي حد طبعا على السوشيال ميديا برضو بلاحظ ناس كتيرة جدا بتحاول أن هي تعمل بربجاندا على حياة هذه الزوجية دي برضو مشكلة وفي الآخر بنرجع نقول الحياة مش مستمرة ليه بينا خلافات ليه ما بقناش نسمع بعض زي الأول ولا يكون بيننا حب والعاطفة الجميلة اللي بين الزوجين طبعا هو موضوع مهم جدا سوري مشاهدينا فلازم ناخد بنا كويس من حياتنا الزوجية وده شيء مهم جدا لأنه بينعاكس على أولادنا أنه أنت بتطلع طفل سوي للمجتمع أنه هو يقدر يقاوم ويواجه ويفتح بيت كمان زي ما شايف بابا ومامته كانوا بيعملوا بعض إزاي بكل احترام بكل صدق بكل حب ده بيت هيطلع طبعا أطفال سويين وطبيعيين لأنه هو شاف وتربى على كده زمان طبعا بدودنا كانوا في مدهة الاحترام بينهم وبين بعض في كل مصدقية وحب بينهم وبين بعض الأبواب كانت مقفولة مفيش حد بيعرف أسرار الثاني خالص مشاهدينا طبعا يا رب الحلقة تكون عجبتكو النهاردة الإنسان هو لازم يعرف من جواه هو عايز إيه عشان تقدر تعيش الحياة صح أشوفكو في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة وصباح الصحة والجمال موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة